سأقرب لكم فكرة عقيدة مفهومة قلوا ما تشاءون سأقرب لكم مفهومة الولاية التكوينية أقربها لكم بمثال وبعد ذلك نتدرج شيئا فشيئا لمعرفة مضمون الولاية التكوينية وكذلك ما المراد من الولاية الكونية قطعا الحديث سيكون موجزا ومختصرا ومجملا فهذا الموضوع مضطرد واسع بحاجة إلى عدة حلقات لكنني سأجيزه لكم إيجازا نافعا ومفيدا كما أتمنى الولاية التكوينية أقربها لكم بمثال الإنسان كل واحد مننا يمتلك ولاية تكوينية ولها مراتب أنا الآن موجود هنا حينما أريد أن أحرك يدي اليمنى فيما بيني وبين نفسي في مضموني الداخلي أريد أن أحرك يدي اليمنى وأن أضعها هنا لأي قصد من المقاصد صار قراري الداخلي الآن أن أضع يدي اليمنى هنا ما إن أخذت هذا القرار حتى تحركت يدي ووضعتها هنا فما كنت محتاجا لا إلى دعاء ولا إلى توسل أصلا حتى لو كنت كافرا ولا أؤمن بوجود الله فإن الله قد أعطاني الولاية أساسا فهي موجودة عندي حتى لو كنت كافرا بالله حتى لو كنت لا أؤمن بالله جملة وتفصيل لو كنت كافرا وقررت قرارا داخليا أن أضع يدي اليمنى هنا أستطيع أن أفعل ذلك أو لا أستطيع أن أفعلها لأن الولاية التكوينية هذه التي عندي هي جزء من وجودي هي جزء من كياني هي جزء مني أنا أنا هذا الكائن الذي له وجود له حقيقة له جسد له روح له عقل أنا فالولاية التكوينية التي عندي هي جزء مني لا تتوقف ولا تتأخر ولا تخرج عني الأمراض كالشلل مثلا هذه عوارض نحن لا نتحدث عن العوارض هنا نتحدث عن أصل الموضوع فهذه ولاية تكوينية هذه مرتبة من الولاية التكوينية عندي إنني أنفذ ولايتي من دون أي سبب أردت أن أضع يدي على هذا الجزء من الكتاب وضعت يدي مباشرة ما إن أردت ذلك لحتجت لسبب معنوي كالدعاء والتوسل والعبادة ولا احتجت لسبب مادي أن أستعين بآلة مثلا كي أرفع يدي وأضعها هنا بشكل مباشر ما إن اتخذت قراري في مضموني الداخلي أني سأضع يدي اليمنى على هذا الكتاب كن فيكون كن فيكون أصلا قبل أن أقول كن فيكون ولذا فإن التعبير في القرآن من أن الله إذا أراد أن يفعل شيئا أن يقول له كن هذا التعبير تعبير تعبير تقريبي فإن الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يتحقق يتحقق من دون صوت مسموع أو نداء مقروع كما يقول أمير المؤمنين هذا تقريب أنا يحدث عندي هذا من دون أن أقول كن فكيف الله فقول كن هو للتقريب ليس إلا ولذا جاء في بعض كلام أمير المؤمنين إنما أمره ما بين الكاف والنون وحتى هذا على سبيل التقريب إنما أمره ما بين الكاف والنون يعني أن الإرادة تتحقق قبل أن تكتمل كلمة كن وهذا تقريب أيضا فالأمير هو الذي يقول من أن نكون هذه لا بصوت مسموع ولا بنداء مقرور فحينما أريد بحسب قرار الداخلي أن أضع يدي اليمنى هنا ما إن أردت حتى تحقق هذا بأسرع من كن فيكون حتى وإن كنت كافرا بالله سبحانه وتعالى هذا المستوى الأول من مستويات الولاية التكوينية مستوى آخر من مستويات الولاية التكوينية أن أصنع الأسباب وأن أطوعها أن أصنع سببا وأن أطوعه ومراد أن أصنع سببا ليس بالضرورة أني أصنع السبب بنفسي ربما أصنعه بنفسي وربما يصنعه الآخرون من أمثالي لكن أنا أأتي بالأسباب أنا أطوع الأسباب فهينما أريد أن أكتب شيئا فلابد من قلم ولابد من مداد من حبر ولابد من ورق وبعد ذلك أقوم بالكتابة التي أريدها هذه ولاية تكوينية لكنها عبر الأسباب فالقلم جزء من الكون جزء من التكوينيات والحبر كذلك والورق كذلك ويد أيضا فهذه يدي والقلم والحبر والورق وقطعا سأحتاج إلى الإضاءة من دون الإضاءة لا أستطيع أن أكتب بشكل صحيح في الظلام وسأحتاج إلى طاولة أو إلى مكان كي أضع الأوراق على ذلك المكان كي أعتمد عليه حينما أريد الكتابة بشكل جميل وصحيح هناك مجموعة من الأسباب التكوينية أطوعها أجمعها أفرقها أرابط فيما بينها وهكذا عمل بالأسباب العمل بالأسباب التكوينية هو جزء من ولاية التكوينية هناك أسباب لا أستطيع أن أصل إليها هذا يعني أن ولاية التكوينية محدودة بحدود قدرة هناك مستوى آخر من مستويات الولاية التكوينية حينما أريد أن أؤثر في الآخرين تعليما أو أن أؤثر فيهم عاطفيا أريد أن أعلمكم أريد أن أنقل المعلومات إليكم مثل ما أفعل الآن وهذه المعلومات تنتقل إلى أذهانكم إنني أغيركم من حالة جهل بالمعلومة هذه إلى حالة علم بها هذا نوع من أنواع الولاية التكوينية مرتبة من مراتب الولاية التكوينية إنني أؤثر فيكم أنتم جزء من التكوينيات وأنتم كذلك تؤثرون في غيركم وغيركم جزء من التكوينيات هذه مصادق من الولاية التكوينية الفاعلة عندنا مستوى من الولاية التكوينية ما هو بمستوى فاعل الخيال الخيال عندي مساحة واسعة بإمكاني أن أؤسس الدول العظيمة والحضارات الهائلة وبعد ذلك أقوم بإعدامها في خيالي بإمكاني أن أخلق ما أستطيع أن أخلق من الكائنات الغريبة التي لا وجود لها على أرض الواقع وبعد ذلك أغير في ألوانها وأشكالها وقابلياتها ثم أقوم بإعدامها أو بتحويلها إلى أشياء أخرى كل ذلك يحدث في عالم الخيال إنها ولاية تكوينية لكنها بمستوى الخيال لماذا؟ كي ندرك معنى الولاية التكوينية عند إمام زماننا خيال المعصوم معصوم هذا إذا كان عنده من خيال وإنما أقرب الفكرة إليكم خيال المعصوم معصوم نحن خيالنا ليس معصوما ولذا فإننا نستطيع أن نفعل ولايتنا التكوينية في عالم الخيال بحدود الخيال لأننا إذا أردنا أن نفعلها على أرض الواقع فإننا لا نمتلك الحكمة الإلهية الكاملة بل لا نمتلك الحكمة أساسا لا كاملة ولا ناقصة فحينئذ سنفسد في هذا الوجود حينما نمتلك ولاية تكوينية بحيث نحول ما يجري في خيالنا إلى واقع سنفسد هذا الكون سنعبث بهذا الكون فإننا لا نمتلك الحكمة التي نستحق بها أن نمنح الولاية التكوينية منحنا بحدودنا ومع ذلك نسيء التصرف نسيء استعمال الولاية التكوينية هذه التي منحنا إياها بحدودها الضيقة كيف قتل الأنبياء كيف قتل الحسين قتل الحسين بولاية تكوينية موجودة عند الذين قتلوه بحدوده حينما نتحدث عن الولاية التكوينية من أنها لا بد أن تكون بإذن الله ما كل شيء هو بإذن الله ما كل شيء هو بأمر الله أن نستطيع أن نتصور أن شيئا يكون في هذا الوجود من دون أمره من دون إذنه ما هو كل شيء بأمره وبإذنه نحن لا نحتاج إلى هذا القيد هذا القيد ناشئ من عقائد المقصرة المرجئة يريدون أن يقلموا يقطعوا يقصروا بقدر ما يستطيعون من ولاية المعصوم بينما هم هم أنفسهم يمتلكون ولاية تكوينية كالمعاني التي بينتها لكم ويتصرفون بها من دون إذن مباشر من دون أمر مباشر من الله قلت لكم الكافر قتلوا الحسين بولاية تكوينية عندهم هذا هو الذي يجري في عالمنا من عرف نفسه فقد عرف ربه وهذا الرب هو رب الولاية هو الإمام المعصوم من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا هو رب الولاية فنحن عندنا ولاية تكوينية ولها مراتب ومظاهر هي جزء من كياننا لا نحتاج إلى دعاء ولا نحتاج إلى توسل بل هي فاعلة ومشتغلة حتى مع كفرنا وإلحادنا مثل ما قلت لكم كيف قتلوا الحسين قتلوا الحسين بولاية تكوينية عندهم بالأسباب وغير الأسباب ذبحوا الحسين بالسيوف مثل ما أمسكت بالقلم كي أكتب بالقلم فهل احتاج إلى دعاء أو إلى إذن مباشر من الله كي يقتل الحسين كل شيء بأمر الله كل شيء بإذن الله ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا الولاية التكوينية هذا مثال تقريبي وكما يقال الأمثلة الحسية حينما تضرب للمعاني الغيبية الكبيرة ستكون مقربة من وجه ومبعدة للحقيقة من وجوه كثيرة لكنني أتمنى عليكم أن تنظروا إلى الجهة التي ركزت الكلام عليها من أن الولاية التكوينية قد تكون من دون أسباب مثل ما خطر لي خاطر أن أضع يدي اليمنى هنا بأسرع من كن فيكون ما إن خطر الخاطر وضعت يدي من دون سبب من دون وسيلة من الوسائل وأخرى بالوسائل وأخرى عبر التأثير من خلال التعليم وغيره وأخرى في عالم الخيال وأخرى 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 خيال المعصوم ما هو بخيال خيال المعصوم حقيقة وما يجري فيه حكمة ولذا ما يريده يتحقق بأسرع من كن فيكون وهذه ما هي الولاية الكونية ما يصدر من المعصوم في بعض الأحيان من معجزات عبر أسباب عبر وسائل فالمعصوم مثلا يقرأ آية على شخص فينجو ذلك الشخص من هلكة من مرض من موت هذه أسباب هذه الأسباب هي في حواش الولاية التكوينية هذا تحوير للولاية التكوينية المعصومية لأجل لأجل المدارات وإلا فالمعصوم لا يحتاج إلى الأسباب يتعامل مع الأسباب لحاجة الخلق إليها أما ولايته التكوينية فلا تفتقر إلى الأسباب ما إن يرد شيئا إذا أراد شيئا تحقق من دون أسباب هذا فهم تقريبي للولاية التكوينية بحسب المثال الذي بيّنته لكم الموضوع معقد ولذا سأحتاج إلى تدرج في شرحه وبيانه سأذهب إلى الكتاب الكريم الكتاب الكريم تحدث عن الولاية التكوينية في مستويات عديدة ولا أستطيع أن أغطيها لكم في هذه العجالة لكنني سأضرب لكم مستويين على سبيل المثال من المستويات التي تحدث فيها القرآن عن الولاية التكوينية تحدث القرآن عن الولاية التكوينية بنحو عام تحت عنوان التسخير على سبيل المثال في سورة إبراهيم في الآية الثانية والثلاثين وما بعدها من الآيات بعد البسملة هناك حديث عن الولاية التكوينية في مستوى من مستويات التسخير الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك الفلك هي السفائن هي البواخر هي السفن هي الزوارق هذا مظهر من مظاهر الولاية التكوينية ولكن عبر الأسباب مثل ما كتبت بالقلم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين هنا ولاية أنا وأنتم لا تصل إلى الشمس والقمر لكنها تصل إلى الفلك لتجري في البحر بأمره بأمر الله وتصل إلى الأنهار كي أنتفع منها كي أشرب منها كي أفتح منها السواقي كي أغتسل فيها واو بأنّتا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين المعصوم ولايته تصل إلى هناك إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض متحية عودوا إلى حديث الكساء اليماني وكل هذا في مستوى من المستويات القضية أعمق من هذا بكثير وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ومع ذلك فقد منحه الولاية التكوينية بحسبه وجعل الأشياء مسخرة له تهارة من دون سبب مثل ما سخر نفسه لنفسه سخر جسده لنفسه ومثل ما سخر الأسباب الأخرى فسخر الفلك له وسخر الأنهار وهو يفعل في كل ذلك بالأسباب التي يكون قادراً على صناعتها هو أو أن مماثلاً له من بني جنسه يكون قادراً على صناعتها وهو يستعملها وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ظلوم مبالغة من ظالم وكفار مبالغة من كافر ظلوم فعول الأصل ظالم فاعل وظلوم فعول مبالغة من ظالم وكفار الأصل كافر فاعل وكفار فعال فحتى الظلوم الكفار عنده ولاية تكوينية ولكن بحسبه إذا ما ذهبنا إلى سورة لقمان وإلى الآية العشرين بعد البسملة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هذا الخطاب لي ولكم بالإجمال ولمحمد وآل محمد بالتفصيل وبالمباشرة هذا الخطاب لي ولكم بالإجمال ومن دون المباشرة السماوات سخرت لي أنا كيف سخرت منافعها تصل إلي قطعا بعض منافعها فتسخير ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ كل النعم بظواهرها وبواطنها لا يصل إليه ولذا فعلاقتي بهذه الآية أنا علاقتنا جميعا علاقة إجمالية وبنحو غير مباشر هذا الخطاب بالنحو التفصيلي وبالنحو المباشر لمحمد وآل محمد فقط أنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة وأتحدث عن ولد فاطمة من الأئمة من المجتبى إلى القائم فقط وفقط 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 فالآية هذه في خطابها الحقيقي في أعمق معانيه التي لا أعرفها لا أنا ولا أنتم ما يدرينا ما في السماوات وما في الأرض وما يدرينا ما هي حدود النعم الظاهرة والباطنة نحن نفقه المعاني اللغوية المعاني الحقيقية لا نفقهها ألم تروا أن الله سخرها كيف سخرها إنها الولاية التكوينية الكلية المطلقة عند الحجة ابن الحسن أين السبب في دعاء الندبة الشريف أين السبب السبب الأول والآخر الظاهر والباطن أين السبب المتصل بين الأرض والسماء والحديث عن السماء وعن الأرض هنا عنوين عنوين لا تمثل الحقيقة إنها عنوين تشير من بعيد إلى الوجود بقضه وقضيضه فالأرض تشير إلى عوالم الشهادة والسماء تشير إلى عوالم الغيب هذا هو السبب المتصل بكل معاني الاتصال ما بين عوالم الشهادة والغيب وعوالم الغيب ليست محصورة في السماء السماء جزء يسير من عوالم الغيب على عظمتها والأرض جزء يسير من عالم الشهادة تلك رموز ليس إلا فهذه المضامين بعميق مدلولها خاصة بهم بمحمد وآل محمد فقط أنا أرتبط بها بالإجمال ومن دون مباشرة المباشرة والتفصيل والحقائق وكل شيء مرده إلى محمد وآل محمد هذا الخطاب لهم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قطعا بحسب تفسيرهم للآية دلالة ترتبط بنا والنعمة الظاهرة أئمتنا من محمد فعلي ففاطمة فالمجتبى إلى الحسن العسكري والنعمة الباطنة إمامنا الغائب الحجة بن الحسن هذا وجه من وجوه الآية خطعا بحسب تفسيرهم الشريف أنا لا أريد أن أفسر الآيات هذا باب يتسع الحديث فيه إنها أمثلة مختضبة سريعة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إلى سورة الجاثية وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منه إليكم جميعا منه من الله إليكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نحن الذين يجب علينا أن نتفكر في هذه الآيات والآيات عنوان في الكتاب كله من عنوين محمد وآل محمد وسخر لكم هذا الخطاب بحقيقته وبدقيقته وبوثيقته وبمضمونه وبظاهره وبباطنه وبكل تفاصيله للحجة ابن الحسن لمحمد وآل محمد قطعا في مستوى من المستويات ولايتهم مستواها أعلى من هذا هذا في مستوى من المستويات ولايتهم ستتضح لكم قلت لكم من أنني سأشرح الموضوع بالتدريج وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذا لا ينطبق علي فهل سخرت لي السماوات والأرض وما فيها جميعا ومن الله مباشرة لي أنا أستلم الفيض عبر الأسباب أين السبب المتصل بين الأرض والسماء في زيارة الندب وسأقرأها عليكم لأنني سأحتاجها ليس في دعاء الندب أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هذا في دعاء الندب وهو مروي عن إمام زماننا زيارة الندب أيضا مروية عن إمام زماننا والتي تعرف في كتب الأدعية والزيارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة هي زيارة الندبة جاء فيها ونحن نخاطبهم فما شيء منا وإنما أخذ الإنسان هنا مثالا باعتبار أن الزائر هو الإنسان وإلا فهذا الكلام ينطبق على جميع الموجودات فما شيء منا يا آل محمد يا بقية الله فما شيء منا إلا وأنتم له السباب وإليه السبيل الفيض يصل إلي بالأسباب لا يصل إلي من الله مباشرة مثلما يسد جوعي بالطعام الطعام سبب وهذا الطعام يأتي عبر الأسباب يأتي عبر التسوق وعبر الطبخ وعبر النباتات وعبر الحيوانات و و و عبر الأسباب وأصل هذا الفيض كله يأتيني عبر إمام زماني فهو بوابة الفيض نحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم بوابات النعم هم أسباب النعم هم لا أريد الحديث عن هذا الموضوع فهذه الآية لا تنطبق علي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميع ما في السماوات وما في الأرض ومنه مباشرة لا تنطبق لا على الملائكة ولا على الجان ولا على كل الأنبياء هذه لا تنطبق إلا على محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم تنطبق على هؤلاء فقط وفقط وفقط إلى أن ينقطع النفس إذا فهمنا هذا علينا أن نتفكر فيه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون محمد وآل محمد لا يتفكرون التفكر تفعل تعمل تصعد محمد وآل محمد الحقيقة واضحة عندهم في كل مراتبها فلا يحتاجون إلى تفكر أنا محتاج للتفكر كما يقول سيد الأوصياء ألا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم أنا أحتاج إلى التفهم في علمي ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدب أنا أحتاج إلى التدبر في قراءتي ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر أنا أحتاج إلى التفكري في عبادتي أما محمد وأهل محمد لا يحتاجون إلى التفهم لا يحتاجون إلى التدبر لا يحتاجون إلى التفكر من هنا قلنا إذا كان لهم من خيال لا خيال لهم وإنما لتقريب المعاني أقول هذا إذا كان لهم من خيال فخيالهم معصوم المعصوم لا خيال عنده المعصوم هو مجمع الحقيقة فما حاجته للخيال المعصوم حقيقة الحقائق المعصوم هو الكتاب الناطق هذا هو الكتاب الإلهي الناطق لا أتحدث عن المصحف الشريف المصحف الشريف رموز نزلت في بناء اللفظي ما نحن ماذا نقرأ في سورة الزخرف هكذا نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إن جعلناه قرآنا عربية جعلناه جعلا ما هو بألفاظ ولا هو بعربي وإنما جعلناه جعلا لماذا لعلكم تعقلون هذه وسيلة هذا سبب أما حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو أمير المؤمنين بحسب تفسيره وأنت تخاطب إمام زمانك بهذا الخطاب في دعاء الندبة ماذا تقول للحجة بن الحسن في دعاء الندبة الشريف هكذا تخاطب إمام زمانك يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم أمير المؤمنين في زياراته نخاطبه في الأحاديث التفسيرية هذا أمر واضح لا حاجة للدخول فيه إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برامجي السابقة فلقد فصلت القول في هذا إنا جعلناه قرآنا عربية جعلناه جعلا بهذه الصورة التي ظهرت في هذا المصحف لماذا؟ لعلكم تعقلوا لعلكم أما حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا لدى الله وإنه في أم الكتاب لدينا لدى الله لعلي حكيم وباسمك وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لدينا لعلي حكيم نعود إلى الجاثية في الجاثية ماذا قرأنا؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بشكل مباشر لماذا؟ لأنهم لديه لدينا هم عنده هم عنده فجميع ما عنده أعطاه لهم تلك هي ولايتهم المطلقة الكلية الآية هنا تتحدث عن مستوى من مستوى ولايتهم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من؟ ما هي الزيارة الجامعة الكبيرة؟ ماذا تقول؟ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلا الله وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ الله يُعَبَّرُ أُمْ أَنْهُ بَشَيْءٍ لكن الله هو الذي منحهم هذه الولاية فهو خارج من الأشياء هنا هو شيء لا كالأشياء سبحانه وتعالى أما الأشياء التي هي كبعضها وهي كل الأشياء من غير الله سبحانه وتعالى خاضعة لهم وَذَلَّ كلُّ شَيْءٍ لَكُمْ نذهب إلى فاصل هناك مستوى آخر قلت لكم مستويات عديدة في الكتاب الكريم تحدث بها عن الولاية التكوينية ذكرت لكم مستوى من المستويات تحت عنوان التسخير مستوى آخر تحت عنوان علم الكتاب في سورة النمل في الآية التاسعة والثلاثين والتي بعدها بعد البسملة وقبل هاتين الآيتين فإن سليمان النبي في مجلسه الخاص في غرفة العمليات كما يقال في يومنا هذا قال يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا بِعَرْشِ مَلِكَةِ مَلِكَةِ سَبَأَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا يطيرون في الهواء بحسب ما حدثتنا الروايات ويمتلكون قدرة هائلة على الانتقال السريع عندهم من القدرات ما لا يمتلكها البشر العادي وحتى من أبناء قومهم من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به بالمواصفات التالية قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أنا آتيك به هذا يعني أنه سيستعمل سرعته في الانتقال وسيستعمل قدرته في الحمل والنقل إنها ولاية تكوينية لكنها عبر الأسباب مثل ما استعملت القلم للكتابة بحسب قدرته الهائلة قدرة هذا العفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين حينما يقول لقوي أمين أنا قادر على نقله أنا قادر على أن أحمله لك من بلاد سبأ من اليمن فأنا أمتلك القدرة على أن أحمل الأثقال الهائلة وأن أنتقل بها بسرعة مع محافظتي على جودتها وعلى طبيعتها هذه ولاية تكوينية لكنها عبر الأسباب كولاية التكوينية وأنا أكتب بالقلم كولاية التكوينية وأنا أستقل السيارة للذهاب إلى مكان بعيد يحتاج إلى أيام إذا ما ذهبت إليه سيرا على الأقدام لكنني بحكم وسيلة النقل هذه سأستطيع الوصول إليه في عدد من الساعات أو ربما في وقت هو أقل من ذلك قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين كم سيبقى جالسا في مجلسه لسويعات ربما لثلاث ساعات لأربع ساعات فقال له قبل أن تقوم من مجلسك أنا آتيك به لا نعلم كم هو الوقت لكنه بالنتيجة سيحتاج إلى زمن معين قال الذي عنده علم من الكتاب علم الكتاب هنا عنوان للولاية التكوينية التي مدار السؤال عنها فهذه ولاية تكوينية عند آصف بمستوى حرف واحد في المستويات الأدنى من الولاية التكوينية الممنوحة من قبل علي كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا أتعلمون أن هذا العنوان في الكتاب المقدس عند اليهود وعند النصارى إيليا حينما يشرحونه ليس واضحا بالدقة هناك هناك من الأنبياء عندهم باسم إيليا ولكن شخصية مذكورة في كتاب العهد المقدس بعنوان إيليا تكون حاضرة في المعجزات وهي ليست مشخصة تشخيصا تأريخيا عندهم هذا الموضوع طرحته في برامج السابقة وتحدثت عن وجئت بكتبهم وبتفاسيرهم وبما كتبوا وصطروا في كتب اليهود والنصارى على حد سواء لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع يمكنكم أن تعود إلى برامج المتعلقة بهذا الموضوع كي تطلعوا عليها كي تطلعوا كي تطلعوا قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك ما المراد لغة قد يعبر عن ومضة العين ما المراد من ومضة العين هذه الحركة السريعة عندما ننزل أجفاننا على عيوننا بسرعة قد لا تكون محسوسة عند الذي يراقبنا يراقب حركة عيوننا وقد لا تنقطع الصورة أمام نواظرنا بسرعة ننزل الأجفان ونصعدها هي هذه الومضة الومضة ما هي حينما يقال ومضة خاطفة الومضة الخاطفة تارة يقصد منها ومضة نور ومضة ضوء وتارة يقصد منها ومضة عين ومضة نظر فومضة النظر هي هذه حينما نحرك أجفاننا بسرعة ننزلها ونصعدها هذا المعنى يمكن أن يصدق علي هذا التعبير قبل أن يرتد إليك طرفك لكننا إذا دققنا ما المراد من ارتداد الطرف فهل حينما أنزلنا جفوننا وأصعدناها ارتد طرفنا والمراد من الطرف هنا عيوننا عيوننا الناظرة عيوننا الباصرة فهل حينما ننزل الأجفان ونصعدها هو هذا ارتداد للطرف يمكن أن يكون بعناية معنوية منظورة عند الاستعمال اللغوي لكننا إذا أردنا أن ندقق أكثر فإن الدقة تقودنا إلى شيء آخر نحن كيف نرى الأشياء هل نرى الأشياء بعيوننا يعني هل أن العين تمتلك القدرة الحقيقية على رؤية الأشياء إذن لماذا في الظلام لا نرى إذا كانت العيون تمتلك فعلا القدرة على الرؤية بما هي هي إذن لماذا في الظلام لا نرى لا نرى الأشياء عيوننا تقرأ ما ينقله الضوء إلينا الضوء هو الذي ينقل المعلومات إلى عيوننا عيوننا بمثابة جهاز كمبيوتر وهذا الجهاز يقرأ الشفرات وهذه الشفرات تأتي عبر الضوء الضوء سريع نحن لا نتحسسه لا نتحسس سرعته الضوء هو الذي ينقل إلينا صور الأشياء لأن الأشياء ما هي بأجهزة إرسال حتى ترسل إلينا صورها الأشياء ما هي بأجهزة تأخذ لنفسها صورا وبعد ذلك ترسلها إلينا ونحن عندنا أجهزة استلام نستلم ما ترسله الأشياء إلينا من صور هذا الكلام ليس موجودا والعيون لا ترى الأشياء بنفسها في الظلام لا نرى شيئا إذن كيف نرى الأشياء الضوء ينقل لنا صور الأشياء ينقلها عبر معلومات تصل إلى عيوننا وهذه العيون هي التي تقرأ المعلومات لأن الضوء سريع نحن لا نشعر بحركته ولا نشعر بعملية الانتقال هذه لسرعته قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن يصل الضوء إليك من صور الأشياء من حولك وهذا أسرع من ومضة النظر من نزول الجفن وصعوده لكن التعبير قبل أن يرتد إليك طرفك الطرف لا يرتد هنا الضوء يرتد هذا التعبير كتعبير النهر الجاري نقول من أن النهر يجري والحال فإن النهر لا يجري النهر أخدود أرضي ثابت مكان جغرافي الذي يجري حقيقة هو الماء الماء يجري ولذا حينما يكون النهر فارغا من الماء لا نستطيع أن نقول من أن النهر يجري وإنما يجري النهر يصدق هذا التعبير حينما يكون ممتلعا بالماء الجاري فالذي يجري في الحقيقة هو الماء ولكن التعابير هكذا جرت وأساليب الكلام هي هكذا في لغة العرب وفي سائر اللغات هذه قواعد الألسنة في الحديث هذه التعابير التي تعارف عليها الناس في التفاهم والتفهيم عبر لغاتهم وألفاظهم فالنهر جاري النهر يجري وفي الحقيقة الماء هو الذي يجري لماذا عبر بهذا التعبير للتلاسق الوثيق ما بين الماء والنهر النهر الأخدود لا قيمة له من دون الماء والنهر يكون نهرا حينما يكون ممتلئا بالماء فكأن النهر هو الماء وكأن الماء هو النهر لأن النهر يحتاج إلى الماء ولأن الماء يحتاج إلى النهر كي يجري فيه من هنا قيل من أن النهر يجري كذاك هي العين والضوء فالعين تحتاج الضوء والضوء لن يكون نافعا في نقل صورة من دون أن تتلقاه العين فجاء التعبير هنا وكأن العين هي التي ترتد بينما في الحقيقة على أرض الواقع الضوء هو الذي يرتد الضوء يرتد من الأشياء إلى العين حينئذ ترى العين فآصف يقول لسليمان إني آتيك به بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء هذا هو الذي يريد أن يقوله إني آتيك به بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء هذه الولاية التكوينية التي ترتبط بحروف الإسم الأعظم وولاية آصفة تحدثت عنها الروايات من أنها في أدون المراتب ما أنا الذي أقول ما أقوله لكم من كلام هو من حديثهم لكنني لا أستطيع أن أسلط الضوء الروايات هنا هذا هو الكافي الجزء الأول الروايات التي حدثتنا عن مستوى الولاية التكوينية عند آصف من أنها لا تعد بشيء إذا أردنا أن نقايسها بولاية محمد وآل محمد لا تعد بشيء هي ولاية عظيمة إذا أردنا أن نقايسها بولايتنا التكوينية نحن أو بولاية هذا العفريت من الجن لكنها إذا ما قيست بولاية محمد وأهل محمد فإنها لا تعد بشيء إنها من حرف واحد من الحروف التي هي في المراتب ليست العظمى وهي بعطاء وفيض من أمير المؤمنين كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أهتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء كم هي لا نستطيع أن نتخيلها فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة قد يسعل سائل كيف حدث هذا نحن لا نعرف كيف حدث هذا هناك من فسر وقال من أن آصفة طويت له الأرض ولا بد أن تعلموا من أن هذا المضمون ورد في بعض الروايات لكن المعنى تقريبي من أن آصفة طويت له الأرض يعني أن المسافات تلاشت وجاء بعرش ملكة سبا هذا هذا يعني أنه ذهب إلى اليمن وصل إلى اليمن عبر طي الأرض وحمله إما أنه حمله بنفسه أو استعانى بأشخاص يحملونه مع أن الآية واضحة من أنه هو الذي سيأتي به أنا آتيك به هذا الكلام ليس دقيقا ابن عربي والعرفانيون والصوفيون صوروا صورة وقالوا من أن آصفة قطع الفيض في اليمن وأعاده في فلسطين فكل موجود يصله فيض وجوده وإذا انقطع الفيض عنه عدم تلاشى عدم بالمعنى اللغوي عدم بالمعنى الفلسفي لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل فيقولون من أن آصفة حين فعل ولايته هذه قطع الفيضة في اليمن وأوجده في فلسطين قد يكون هذا الكلام مقبولا إلى حد ما مثلما قد يكون الكلام مقبولا إلى حد ما في قضية طي الأرض فآصف طويت له الأرض في لحظة فكان في اليمن فحمل العرش وجاء به أيضا بعد أن طويت له الأرض بالاتجاه الثاني طويت له الأرض من فلسطين إلى اليمن وصل إلى اليمن حمل العرش بقدرة هائلة أيضا فطويت له الأرض مرة أخرى من اليمن إلى فلسطين وكل ذلك في لحظة سريعة يمكن أن يكون الكلام مقبولا إلى حد ما وما قاله الصوفيون وعلى رأسهم ابن عربي من قضية قطع الفيض ووافقهم عليها عرفاء الشيعة قد يكون الكلام مقبولا إلى حد ما من أن آصف قطع الفيض في اليمن وبعد ذلك وصل الفيض وأعاده إلى فلسطين عند سليمان في مجلسه آل محمد ماذا يقولون آل محمد لا يقولون بالأول وإن ورد ذكر لطي الأرض في بعض الروايات فهو بلسان المدارات ولا يقولون بقطع الفيض آل محمد تحدثوا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر